السلام عليكم البطريق من الطيور البحرية اللي ما بتقدرش يطير وبيقض نص حياته تقريبا على اليابس وبيقدر يتكيف انه يعيش في المية بكل سهولة وريشه بيمكنه من كده والزعانف بتاعته بتساعده في السباحة وبيوجد تقريبا 100 مليون بطريق حوالين العالم وبالرغم انه موجود في النص الجنوبي للارض بس فيه انواع قليلة منه هي اللي بتعيش في القارة القطبية الجنوبية والبطريق الكبيرة في الحجم بتحب تعيش في بيئة تكون بردة والصغيرة في الحجم بتحب البيئة بتاعتها تكون معتدلة او مدارية يلا بينا نعرف اكتر عنه انا محمد اسامة معاكم في النواة بتحب السباحة قوي وبتعوم لمدة عشر ساعات بسرعة 13 كم في الساعة وبتخرج كل دقيقة برا المياه علشان تقدر تتنفس جسم البطريق ملائم تماما انه يعيش في المياه متغط بريش قصير وسميك زي طبقة واقية كده بتحميه من المياه وعنده طبقات دهنية سميكة ما بتخلوش يحس بالبرودة في المياه البردة وبيحب يعمل عش بتاعه تحت الصخور الكبيرة او الشغيرات وفي انواع منه ما بتحتكش تبنعش فهي بتدف البيض بتاعها وتحافظ على الصغيرين بتوعها عن طريق انها بتحطهم في منطقة البطن عندها علشان تدفيهم وتحافظ عليهم وبيتميز بمشيته الهدية ووقفته العمودية فهو عنده رجلين قصيرة وجسمه طويل ومنتفخ وبالرغم من شهرة المشية بتاعته الصعبة دي بس بيقدر يمشي بسرعة زي الانسان وبيقدر يتسلق الملحدرات الصخرية وينط من صخرة للتانية بكل مهارة وحرفية ويقدر يتزحلق على الجليد على بطنه بكل سهولة والبطاريك بتتغزى على الاسماك والسرطانات والحبرات وبتحب تاكل كتير علشان كده بتحب المياه اللي بتعيش فيها يتوفر فيها اكل كتير لها وما بتحبش تعيش في منطقة موجود فيها حيتان وطول البطاريك بيتراوح من 30 سنتيمتر لمتر وربع تقريبا ووزنه من نص كيلو جرام لاربعين كيلو جرام واغلبية البطاريك حجمها مياه وبتسهل عليها عملية الغوص وفيه 17 نوع من البطاريك في العالم وبيحتاج ان يحافظ على درجة حرارته زيه زينا بالزبط وبيساعده على كده عوامل كتيرة فيه طبقة دهنية تحت جلده وفوق الطبقة دي ريش وفوق الريش ريش خارجي كل ده بيخليها تحس بالدف وبعض الغدت في جسمه بتفرز زيت يغطي الريش وبيخلي جسمه يقاوم المياه والريح وبالرغم من كل ده بتحتاج انها تمشي مع بعضها في مجموعات ممكن توصل ل5000 فرد في المجموعة الوحدة علشان تحافظ على درجة حرارة جسمها وريش البطاريك قصير الى حد ماه صلب لما نيجي انقرنه بأي طير تاني وبيتداخل كده مع بعضه ليشكل طبقة سميكة ونعمة بتساعده على الحفاظ على درجة الحرارة بتاعته وتحميه من البرد عضم البطاريك مفيش فيه هوى ووزنه تقيل وجوانه خاع بيشكل تلت وزنه تقريبا وبالرغم من وزنه تقيل ده ربنا خلقه بشكل سيابي يقدر ان يغوص في المياه بكل حرية يقدر يحبس نفسه تحت المياه بقدرة عالية قوي احسن من اي طائر تاني ممكن يغوص بعمق المسافة توصل ل500 متر ويقدر ان يصطاد وهو على العمق ده عادي والبطاريك بيخافوا على بعض جدا وبيحبوا يتعاونوا ويساعدوا بعضهم فلو عاصفة جليدية هبت فجأة او رياح شديدة جت بيقفوا مع بعض علشان يحموا بعض ويحفظوا على درجة حرارة اجسامهم بيقدر ياكل اكتر من 30 سمكة في المرة الوحدة ويقدر يغوص اكتر من 100 متر 200 مرة في اليوم علشان يوفر الاكل اللازم وما عندوش اسنان فبيبتلع الفريسة بتاعته بالكامل وبيستخدم لسانه اللي فيه شوق معه منقار المدبب القوي في كل الاحتياجات بتاعته ويقدر انه يمسك بالفريسة بتاعته باحكام قبل ما يبتلعها وبيقدر انه يشرب مية البحر الملحة ويتخلص من الملح بعد كده بيتجوز البطريك مرة واحدة بس وبيكتفي بانسة واحدة طول حياته وفي موسم التزاوج بيحب يطلع على الشط علشان يدور كل زقرة على فتاة احلامه وبيعمل مستعمرات ضخمة وبتتسمى بالاسراب ومعظم انواعه بتتقاصر خلال فصلي الربيع والصيف وبيتضع الانسة من بيضة البطين وبيتناوب الاب والام في حضن البيض لحد ما يفقس والصغار بيستخدموا منقرهم في قصر البيض اول ما تكون جهزة خلاص انها تخرج من البيضة وبيتبادل الاب والام مع بعضهم في احضار الطعام للصغار وبيوصل مرحلة نضوغ الجنسي ما بين 3 ل 8 سنين وفي انواع كتيرة منهم هددة بالانقراض نتيجة لوجود عدة عوامل منها التلوس والتعديات البشرية على الاماكن اللي بيعيشوا فيها وتغيرات المناخ اللي بيلعب دور كبير في انخفاض اعدادها وما ننساش طبعا الحيوانات المفترسة اللي بتتغز عليها ولو حابب اننا نتكلم عن حيوان معين قلنا عليه وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك ونشوفكم على خير في نواء جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة